سيوزي أدوات الربط إي و آ أما أو بل نو لكن إيلي أو أنا محمد الحاج وهل وسهلا فيكم درس جديد في قناة تعلم لغة روسية بسهولة إي تاك بي خلي نبدأ بي إي تعني و تستخدم للربط بين الأسماء، الصفات أو الأفعال مثلا أو مع الأفكار المتشابهة تي إيا أنت وأنا بابا إي ماما الأب والأم برات إي سستراء الأخ والأخت بانان إي يابلكة موزة وتفاحة ستول إي ستول طاولة وكرسي توتيا إي موي دروك سايد هنا أنا وصديقي سايد وتستخدم للربط بين الصفات أون مالدوي بويسترا هو يتحدث بالروسية بسرعة إي براويلنا و بشكل صحيح وضعنا إي بين الظرفين بويسترا براويلنا دي تي بي قيوت الأطفال يركضون إي بري قيوت و يقفزون بي قيوت من الفعل بي قت يركض و بري قيوت من الفعل بري قيوت يقفز وبتتصرف مثل أفعال أات ولا تفاصيل أكثر ممكن ترجعوا لسلسلة الأفعال أني ستاяли إي جدالي هم وقفوا وانطوروا إي بين الفعلين ستاяли جدالي يا يم بانان إي بيو تاي استخدمات أخرى لإي سبب و نتيجة يا زباليال إي ني باشول شكولو يا زباليال أنا مريض وهو السبب و النتيجة ني باشول شكولو لم أذهب إلى المدرسة فنضع بين السبب و النتيجة إي يا زباليال إي ني باشول شكولو ريبيونك أوبال سقط الطفل إي بلو تشيل ترافمو وأصيب أو تعرض للإصابة السبب هنا ريبيونك أوبال سقط الطفل و النتيجة بلو تشيل ترافمو تعرض للإصابة تأتي أيضا مع الأحداث المتتابعة نتيلسا دوشت بدأ المطر إي مي باشلي دموي و نحن ذهبنا إلى البيت نتيلسا دوشت الحدث الأول والحدث التالي مي باشلي دموي أحداث متتابعة إذن نضع بينهم إي تستخدم أيضا عند التعداد هو يتحدث كل من اللغتين العربية والروسية كل من الرجال النساء والأطفال العمل يعذب ويطعم ويعلم وهذا مثل في اللغة الروسية و ممكن أيضا أن تأتي في نهاية الجملة فهنا نضع إي قبل ذكر آخر شيء في الجملة ت ي أنت أنا وهو تأتي أيضا بمعنى حتى أن اسباسيبا نسكزال هو حتى لم يقل شكرا أن اسباسيبا نسكزال أو أنا إن زميتلا هي حتى لم تنتبه أو تلاحظ ننتقل لأ أ أ ممكن تأتي بثلاثة معاني أما و بل تأتي بمعنى أما عند وجود اختلافين أو تعارضين في الجملة وبعد آ تكون معلومة إضافية تعالوا نشوف الأمثلة هو يقرأ أ أنا أما هي تكتب فهو وضعنا آ للربط بين جملتين ولكن إذا بتلاحظوا هنا عندنا اختلافين أن هو وفي الجملة الثانية أنا هي وهذا الاختلاف الأول تكتب يقرأ تكتب الإختلاف الثاني أنا لا أعرف أ أن زميت أما هو يعرف ي أن الاختلاف الأول ن أن زميت الاختلاف الثاني أن سيديت هو يجلس أ يا ستيو أما أنا أقف فهونا عنا اختلاف الفاعل أن يا واختلاف الفاعل أيضا سيديت يجلس ستيو أقف أنا بلا برافع هي كانت محقة أ أن نيت أما هو لا ونيت هنا تعني نيبل براف لم يكن محق ولكن للاختصار تستخدم نيت الفاعل هنا تغير أنا أ بلا برافا نيت الاختلاف الثاني يفو فوتبولكا كراسنا التيشرت الخاص به أحمر أما يا بيلا أما التيشرت الخاص به أبيض يفو ما الاختلاف الأول كراسنا بيلا الاختلاف الثاني أو بشكل مباشر حسب المعنى أما يفو فوتبولكا كراسنا أما ما بيلا ما ما مشينا نميكسكا سيارتي ألمانيا أتو ما مشينا يبونسكا أما سيارتك يابانية ما يا تفايا الاختلاف الأول نميكسكا ألمانيا يبونسكا يابانيا سليفا ستيت تليفيزر على اليسار التلفاز أسبراظا خلديلنك أما على اليمين الثلاجة سليفا على اليسار سبرافا على اليمين الاختلاف الأول تليفيزر خلديلنك الاختلاف الثاني وتأتي بمعنى و عندما تكون في بداية الجملة مينيا زفوت مخامت اسمي محمد أباس وأنت يا إز رسي أنا من روسيا أبري وأنت فهنا تأتي بمعنى و أو وماذا عن جدي تي أين أنت يا أنا أقرأ أطي وأنت أحمد جي فيو أحمد يعيش هنا أكدي وأين هو الآن تأتي أ بمعنى بل في حال سبقها في الجملة ن كنيغة نكراسنية الكتاب ليس أحمر أبيلية بل أبيض هو لا يقرأ أبيشت بل يكتب هذا ليس كتابه بل كتابة إذن تأتي بمعنى بل في حال سبقها في الجملة نفي الكتاب ليس أحمر بل أبيض هو لا يقرأ بل يكتب بعض الأمثلة على ي ي ي أنا طالب أ أ أما هو أستاذ فهنا اختلف الضمير في الجملتين ي واختلف الاسم طالب أ أستاذ وفي هذه الحالة نستخدم وبالمقابل ي توج وهو أيضا طالب توج تعني أيضا فبالرغم من اختلاف الضمير هنا ي ولكن في عنا تشابه طالب وفي هذه الحالة نستخدم أداة الرابط عمري عشرون سنة أ أ أما عمره 25 سنة في عنا هون اختلاف الضمير ميني يمو وفي العمر دواتسة دواتسة بيعت ميني دواتسة ليت يمو طوج دواتسة ليت العمر نفسه دواتسة ليت عشرون سنة نضع إ في جلسة ودية مع الأصدقاء أحدهم يسأل شتو تي لوبش بيت ماذا تحب أن تشرب وأنا بدوري أجاوب أنا أحب شرب القهوة أضوي وأنتم فعندما تكون في بداية الجملة على شكل سؤال تعني و أحمد يقول وأنا أيضا أما محمود أما أنا أحب شرب الشاي أنا أحب السمك أضوي وأنتم أحمد وأنا أيضا محمود أيا لبلو مياسة أما أنا أحب اللحم ننتقل ل لكن تستخدم عند وجود تناقض في الجملة بعد يكون شيء غير متوقع حدوثه أن مالدوي هو شاب نو أوبتني لكن ذو خبرة فهنا أن الفاعل بقي كما هو أن والتناقض هنا مالدوي أوبتني نضع بينهم نو أو بشكل مباشر حسب المعنى لكن ماشينا الغرفة صغيرة لكن مريحة مالنكة ويوتنية جورة ستاري نو كرسيوي المدينة قديمة لكن جميلة ستاري كرسيوي والصفتين يعود على الإسم جورة يَا سُلُشَيُوْا لكن كان الجو دافئ إِلِ تأتي بمعنى أو أم تستخدم لربط الأسئلة أو جمل الأمر بُودِتْ أُنْ تَعْمْ هَلْ سَيَكُونْ هُنَا إِلِي نِيَتْ أمْ لَا أَتَ سِرِبْرَوْ هَذَا فِدَّ إِلِي زُولَتَ أمْ ذَهَبْ أَتَ سَبَاكَ هَذَا كَلْبْ إِلِي وَلْكْ أمْ ذِئبْ تِي كُпِلْ تِلِوِزَرْ إِلِي تِلِفُونَ هل اشتريت تلفاز أم هاتف ممكن أيضا نستخدمها مع صفات المقارنة حسب ما أخذنا كتو سنية من أقوى ليف إلي تيجر الأسد أم النمر كتو أمني من أذكى كوشكي إلي سباكي القطط أم الكلاب شتو سلجنية ما الأصعب روسكي إلي نيميتسكي الروسية أم الألمانية شتو ضجنية ما الأهم ماتيماتيكا إلي فيزيكا الرياضيات أم الفيزيات وفي أول جملتين استخدمنا كتو لأن نسأل عن الكائنات الحية بكتو أما الجملة الثالثة والرابعة استخدمنا شتو لأن منسأل عن الجمادات شتو ممكن ترجع لدرس الصفات المقارنة لتفاصيل أكثر صديقي يسأل أين المفاتيح؟ أنا أجاوب نابولكي على الرف إلي نستاليه أو على الطاولة ممكن أن تأتي إلي في بداية ووسط الجملة وفي هذه الحالة بداية الجملة تعني إما أما التي في وسط الجملة تعني أو إلي نابولكي إما على الرف إلي نستاليه أو على الطاولة استخدام شهير لإلي رانا إلي فوزنا عاجلا أم آجلا ننتقل للتمارين حاول إجابة على السؤال باستخدام نو إي آ كتو إيتا؟ من هؤلاء؟ إيتا أندريي وفلاديمير هذا أندري وفلاديمير إيتا نستال أشكاف هذه ليس الطاولة بل خزانة أو دولاب آ تأتي بمعنى بل لأنه يسبق هنا في نستال هو يحب العمل لكن هو الآن نائم إيتا نديسك أصلافار نفي إذن آ بمعنى بل التمرين الأول أجب على الأسئلة التالية باستخدام إي آ عشرة ثواني للإجابة عليه مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يصح منظام م تبديم الう ... الغريمة والعقاب Он хочет А я не хочу هو يريد أما أنا لا أريد Кончилась лето انتهى الصيف И начались дожди وبدأت الأمطار Это не твоя ручка هذا ليس قلمة أما я بل قلمي في أن نفي أ بمعنى بل أمكن تصاغ الجملة بدون l-e الأولى بشكل مباشر التمنين الثاني أجب على الأسئلة باستخدام no-e-a 10 ثواني للإجابة Он أمني и оптني هو ذكي ودو خبرة رباشка красивая но дорогая القميص جميل لكن غالي я пишу упражнения а папа и мама ад-дихайют я из египта أنا من مصر أطي وأنت выпал сник и стала холодна نزل الثلج وأصبح الجو باردا فهي أحداث متتابعة فутболка не белая أكراسная التمرين الثالث 10 ثواني للإجابة Это маленький но интересный город هذه المدينة صغيرة لكن مثيرة للإهتمام Меня зовут не محمود اسمي ليس محمود أ محمد بل محمد نفي ويعطاء معلومة صحيحة أ بمعنى بل محمود студенты и преподаватель отдыхают я я из россии а из амирики بل من أمريكا я я тлуха говорю по-русски أنا أتحدث الروسية بشكل سيء но хорошо понимаю لكن أفهمه جيدا مسكва немаленьки أبل شوي غورت موسكو ليست صغيرة بل مدينة كبيرة الخلاصة فيما يخص إ آ نو في الأمثلة التالية إ تعني و يا فراتش أنا طبيب إموي برات توج فراتش وأخي أيضا طبيب فهون في أن فكرة متشابهة أنا طبيب وأخي أيضا طبيب أنا أقرأ بشكل صحيح وهو يقرأ بشكل صحيح أفكار متشابهة نحن الأثنان نقرأ بشكل صحيح آ بالمعنى أما أنا أقرأ بشكل صحيح أون تشتايت نيبراعلنا أما هو يقرأ بشكل خاطئ فهنا في أن تعرضين أو اختلافين اختلف الفاعل واختلفت أيضا الفكرة تشتايت نيبراعلنا تشتايت نيبراعلنا لهيك وضعنا آ وتأتي بمعنى بل في حال كان يسبقها ني نفي لتصحيح معلومة أو التأكيد عليها كنيجا نيكراسنا الكتاب ليس أحمر أبيلايا بل أبيض تعني و أو وماذا عن في حال كانت في بداية الجملة كاكطي كيف حالك خرشو جيد أطي وأنت نو تعني لكن يا تشتايت ميدلن أنا أقرأ ببط نو برايرلن لكن بشكل صحيح هون في عنا اختلاف واحد أو تناقض واحد ميدلن برايرلن مع بقاء الفاعل نفسه يا ماشينا ستارية السيارة قديمة نو خروشية لكن جيدة أجب عن هذا السؤال في خانة التعليقات وإذا عندك أي استفسار ممكن تطرحه برايرلن 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 لاتنسى تشترك في القناة شكرا على المشاهدة ودا سكوريخ شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة